احد اصدقائي خالد بيسأل بيقول نفسي اتوب ومش عارف حاولت كتير ودعت كتير ولسه ضايع بص يا اخوي يا خالد في فرق من ان انت تكون حياتك يغلب عليها البعد عن ربنا سبحانه وتعالى وكل شوية تتوب وترجع تبقى قريب لربنا وبعد ان ترجع تاني بعيد خالص عن ربنا اللي هي مجمل الحياة وفي فرق انه ممكن ما تكون عنده غلطة معينة بيحاول يبقى قوي ضدها بعدين بيضعف شوية بعدين يقوى شوية عليها لكن مجمل حياتك قريبة من ربنا لو مجمل حياتك بعيد عن ربنا صلوات متأخرة او بالضيع اهل مش راضين عنك في مثلا مخدرات في الحياة في علاقات مش منضبطة بالجنس الاخر اللي هي ايه بيشملها كده ايه في مجموعة ممكن تأدي الكبائر يعني وانت بتقول نفسي توب ومش قادر فيه هنا حاجتين برضو حاجة فيها فكرة وفيه حاجة عملية حاجة الفكرية في المسألة دي لانا انت عارف فكرة مش عارفة توب دي فكرة فلازم تتحارب بفكرة بعضنا مش متصور حياته من غير غلطات معينة يا جمع يعني مثلا في بعض الناس وانا منهم مثلا ما تصورش الحياة مثلا من غير رياضة حب الحياة فيها اللي فيها رياضة ما تصورش الحياة من غير اصدقاء ما تصورش الحياة من غير بعض الناس ما تتصورش حياة من غير تلفزيون من غير نادي من غير خروج ايا كان يعني فبعضنا الشيطان بيقنعوا إنه لا يتصور الحياة من غير بنت في حياته من غير المخدرات في حياته من غير الحشيش عشان يركز من غير مش حافة ترمدولا علشان يفضل صهران من غير من غير من غير من غير الكذب عشان يعرف يطلع نفسه من المشاكل فلو اقتنعت إنه مش هينفع أعيش حياتي من غير الذنب ده ساعتها التوبة بتبقى صعبة لأن الفكرة مش موجودة فكرة إن أنا أقدر قوي فلازم الأول تقنع نفسك إن كل شيء حرام تعرف تعيش من غيره وإلا يبقى ربنا سبحانه وتعالى فيه كده يعني إيه فيه نوع من التضاد والتناقض في الدين والدين مش متناقض يعني إيه تناقض يعني كل حاجة في الدين حلال مفيدة وكل حاجة في الدين حرام وربنا حرامها لأنه بيحبنا سبحانه وتعالى ومش عايز لنا الأذية فأي شيء حرام تعرف تعيش من غيره بس حاول توجد البديل اللي يشغل وقتك ويشغل قلبك عن الشيء الحرام ده فالفكرة الأولى تصور الحياة بدون معصية معينة لازم الأول يملاك لأن عدم التصور ده وأنا مش متخيل إزاي أعيش من غير مثلا مخدرات يبقى صعبة أو التوبة حاجة تانية وهي خطوة عملية شوية الجدية أنا قابلت في حياتي يمكن قابلتها من نفسي في وقت معين وقابلتها من بعض الشباب والبنات مفيش جدية في القرار عارف لما يكون حد عنده أزمة كبيرة أوي بس مش جد يعني حد كل يوم يتخانق مع مراته ونفسه يبقى كويس ويصالحها وبعدين يعودوا مع بعض ويتصلحوا كده شوية وحد يصالحهم بس هو مش جد هو مش عايز يقين بيته ويحافظ على بيته هو ليه عبي؟ هو مش بتاع تحمل مسئولية أو هي مش بتاع تحمل مسئولية مش جدة في حياتها واحدة عايزة تشتغل وتنجح في حياتها بس مش عايزة تصحى بدري مش جد يعني الفكرة موجودة لكن العزم والاحتراق يقولك وراء كل قصة ناجحة قلب يحترق الاحتراق على الأهداف أو الأفكار أو الأحلام هو ده اللي بيطلع إنسان مؤثر أو إنسان بيعرف ياخد خطوات ويبني عليها ففكرة الجدية خليك جاد في غلق الأبواب اللي بتوقعك في الغلط يبقى جدية يخلوه دي يا صديقي رقم اثنين تصور الحقيقة لازم تقتنع أنك ينفع تعيش من غير الغلطات اللي مالي عليك حياتك والله أعلم ترجمة نانسي قنقر